احن وقتنا تنظيف بشرة هل لو في اي منطقة عند الست فيها حبوب او بصور او اي حاجة اللي احنا عملناه او اللي احنا شرحناه على البشرة ينفع يتعامل في اي حتة تانية يعني لو واحدة بيتلعلاها هنا مثلا في ايد حبوب هل ينفع اللي احنا عملناه في وشنا نعمله في ادينا او بس بتبقى مثلا الجلد البشرة الجسم بيبقى مختلف شوية عن البشرة بيبقى سميك شوية يعني البشرة بناخد لها حاجات خفيفة لكن الجلد الجسم بتبقى شديد شوية بناخد لها مثلا سكراب شديد شوية البخار يعد قد ايه لو مثلا واحدة عندها لا هو من البخار على الجسم ممكن تغذي يعني شور صوخ منك كده هتفتح المسان اه يفتح المسان معاك وهيعمل يعني الحل بتاع البخار حلو هل بقى في اي تكنيك تانية يعني انا بدل البخار هخش استحمى بزرور حمام سخر طميم وانا بقى بشيل اشيل بنفس يعني احنا ممكن نعمل ليه فمسلا بدل السكراب ممكن نعمل او مثلا سكراب برضو اللي فمسلا يعني نشفة شوية دي تشللنا الجلد الميت اه صح الاني المغربي ايه بالضبط اه اوكي وبعدين احط سكراب بناشف اكتر اه بنحط النقل بس برضو على حسب جلدك يعني ما يبقاش حساس او يلتهب بسرعة الحاجات او يبقى هو فضع التهاب وانا اعمل له سكراب كل ده يعني على حسب كل حاجة طبع بعد ما عملت تنظيف بشرة لجسمي او للحتة اللي فيها اعمل مياه ساعة في الاخر احنا بنستخدم بقى حاجات زي تونر مثلا ده بنقفل بي المسام لو كجسم او طبعا لو دش سائع بقى بعدي برضو بنقفل المسام بتبقى حاجات كويسة جدا ان هي بتاخدش بكتيريا تاني او المسام لسه مفتوحة فيقبلش ما تقبلش اي حاجة فهمت